في ألمانيا حوالي 2 مليون و 600 ألف مسلم بيحملوا جنسية الألمانية طبعاً هذا الرقم جعل الحاجة إلى تنظيم أمور هؤلاء فكان المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا اللي تم تأسيسه عام 1994 وكان فيها حوالي 10 ألف شخص في هذا التوقيت أعضاء عاملين في المجلس حوالي أربع اتحادات كبار وحوالي 20 منظمة و 300 مسجد وكان أول رئيس للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا كان ندين إليس وعملوا حاجة اسمها المسجد المفتوح كل يوم 3 أكتوبر من كل عام بيحتفلوا فيه نوع من دمج المسلمين اللي اتجنسوا بالجنسية الألمانية فيه المجتمع الألماني بشكل أو بآخر سواء التعليم أو حال مشاكلهم المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا اتفاجئ انه فيه الاستخبارات الداخلية في ألمانيا اللي هو جهاز حماية الدستور المخابرات الداخلية زي الأمن الوطني عندنا بسرعة لأن فيه اتحاد داخل المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا اسمه التجمع الإسلامي ما هو عنده اتحادات فيه اتحاد منهم اسمه التجمع الإسلامي قالوا ان التجمع الإسلامي اللي هو تحت المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بيرتبط ارتباط وثيق أو هو جزء من الشبكة العالمية للإخوان المسلمين ومنظماتهم المركزية في ألمانيا يبقى المخابرات الألمانية لقوا أنه التجمع الإسلامي ده بيمثل جزء أساسي من شبكة الإخوان المسلمين في ألمانيا اللي هم جزء أساسي من المجلس الأعلى المسلمين بسرعة في 31 يناير السنة دي 22 المجلس الأعلى خد قرار بإنهاء علاقة هذا المجلس بالتجمع الإسلامي اللي هو الإخوان المسلمين في ألمانيا اللي هو اسمهم اختصارا دي ام جي طبعا 2019 كان فيه تحذير ليهم قلوا بالكوا أنتوا مرتبطين بمنظمات إرهابية الإخوان مرتبطين بالإخوان مرتبطين بالقعدة مرتبطين بداعش ما سمعوش وقالوا إحنا ناس نضاف وناس أطهار وناس أنقياء في أول السنة دي يوم واحدة 2012 أنهى المجلس علاقته بالتجمع الإسلامي بشكل واضح جدا طيب اللي حصل المجلس الأعلى للمسلمي ألمانيا النهاردة بقى مبارح لحد 18 سبتمبر خد قرار بترد كل من له علاقة بالإخوان المسلمين من المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا كل الشخصيات المنضوية والمرتبطة والتي تمثل كوادر للإخوان المسلمين في ألمانيا قاموا بتردهم من المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا نتيجة قرارات وتوصيات وتحقيقات أصفرت عن علاقة عضوية بين الإخوان في ألمانيا وبين التنظيمات الإرهابية تمويلا وأعدادا وقيام بعمليات لذلك تردوهم والشخصية اللي أثرت جلبه وجدل في هذا القرار هو شخصية إبراهيم الزياد هذه الشخصية التي توصف بأنها شخصية عن كابوتية ده بيسموه وزير مالية الإخوان وهو اللي معاه بيحمل الكثير من الملفات والدفاتر والأسرار والمفاتيح والمغاليق أيضا لجماعة الإخوان في أوروبا أكبر تجمع للإخوان في لندن تاني أكبر تجمع للإخوان في ألمانيا أو أكبر تجمع للمسلمين الإخوان أو الإخوان المسلمين في بريطانيا ثم في ألمانيا فألمانيا موضوع كان قديم من أيام سعيد رمضان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا غربية عملوا مسجد كبير في ميونخ للبداية هذا المسجد جابوا سعيد رمضان بتاع الإخوان اللي هو نسيم حسن البنة وقالوا هذا المسجد يجمع المسلمين لمواجهة المد الشيوعي اللي جاي من كتلة أوروبا الغربية استغل سعيد رمضان والإخوان هذا الدعم الأمريكي الألماني إنهم يواجهوا الشيوعية لم يواجهوا الشيوعية وإنما عملوا انتشار لفكر الإخوان في ألمانيا حتى تم القبض عليهم واحد وراتاني والنهاردة بنلاقي إبراهيم الزياد اللي هو قائد الإخوان في ألمانيا بيتم ترضه من المجلس الأعلى لمسلم ألمانيا ترجمة نانسي قنقر